قامت قوة من مخابرات الجيش بعملية دهم في بناية الحلب في شارع عفيف الضيب في الطريق الجديد في بيروت بعد ظهر الأربعاء وبعد قطع الطريق المؤدية إلى الشارع من جهة الكولا تم إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية يدعى راء دال وذلك للاشتباه بقيامه بأعمال مخلة بالأمن وتمت مصادرة سيارة من نوع بي ام دابليو ومجموعة من الحقائب والحواسيب الشخصية وبالتوازي أوضح قائد الجيش العماد جون قهواجي قبيل دخوله إلى اجتماع الأمن المركزي أن عمليات الدهم التي حصلت في الطريق الجديدة مترابطة مع بعضها ضمن الخطة الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لكشف الخلايا الإرهابية وفي ترابلس ألقى مجهور قنبلة يدوية على مقهى أبو بدر ميكي في شارع سوريا مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح طفيفة هم جمال بدرة حسن علي حسين طاهر العمر وبلال العلي وإثر الحادث قام الجيش بتطويق المنطقة وبدأ البحث عن الفاعل